بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه رسائل بسيطة وإحنا بنختم شهر رمضان المعظم ونستقبل أيام عيد الفطر المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل أيامنا فرحا وسرورا وأن يملأ بيوتنا إيمانا ونورا بعض الرسائل بقى البسيطة طبعا إحنا تعيشنا طول الشهر الكريم مع الذكر والدعاء والتضرع كيف نحصن أنفسنا كيف نمنع أنفسنا من شر الشيطان كيف نفعله كذا كيف نفعله كذا تعلمنا يعني أمور كتيرة جدا من خلال هذه الحلقات الطيبات المباركات ونحن نختتم هذا الشهر الفضيل أقول لك العيد لمن خاف يوم الوعيد ليس العيد كما قيل في القديم ليس العيد لمن لبس الجديد وإنما العيد لمن خاف يوم الوعيد العيد عود حميد عود يعني لمأدوبة القرآن عود يعني كنا كأننا في يعني مسابقة وانتهينا منها لنستريح ثم نستكمل يعني هذه المسابقة مرة ثانية علينا أن نكثر من تضرعنا ودعائنا لله تبارك وتعالى وأن نتقرب إلى الله نرفع أقفة ضراعة إلى الله أن يتقبل الله من أعمالنا وأن يتقبل صيامنا وأن يحفظ بيوتنا وأن يحفظ نساءنا وأن يحفظ أولادنا علينا أن نكثر من الدعاء والتضرع بأن يحفظنا الله من شر هذا الشيطان المارد من شر هذا الشيطان الماجن المتكبر المتمرد الذي لا هم له إلا في إغواء الإنسان وصروفه وصدوده عن طاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى ولذلك في هذه الأيام الطيبات المباركات وتلك الرسائل الجميلة البسيطة التي تخرج من القلب ونحن في ختام هذه الأيام الطيبات أقول لكم السعيد من ثبته الله سبحانه وتعالى على طاعته وقد ذقت طيلة هذه الأيام حلاوة الذكر وحلاوة القرب والأنس بالله تبارك وتعالى فداوم على ذلك واستمر على الطاعة فما أجمل أن يستمر الإنسان على طاعة الله سبحانه وتعالى ما أجمل أن يكون الإنسان في سعة ذكر وشكر وعبادة وتضرع إلى الله تبارك وتعالى وأنا أختتم هذه الحلقات حلقات برنامج حصنوا أنفسكم بدعاء أتضرع به لحضرة الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وبيوتنا ونساءنا وأولادنا وأزواجنا وأحبابنا والمسلمين في مشارق الدنى كلها أقول الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور نسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد صفوة خلقك من خلقك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل زكاتنا وتقبل طاعتنا واجعلنا من أهل القبول اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين اللهم إنك عفون تحب العفو فعفو عنا عافنا وعفو عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شرور خلقك سلمنا وعلى غيرك لا تكلنا اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى فجورا أو يكون أحد منا بك مغرورا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة الحبيب سيدنا رسول الله في أعلى الجنان وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء نعوذ بك من عضال الداء نعوذ بك من خيبة الرجاء نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن عين من خشيتك لا تدمع يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين نعوذ بك من شر كل دابة أن تأخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل باطننا خيرا من ظاهرنا واجعل ظاهرنا خيرا من باطننا خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلة اجعل مصرنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارزق أهلها من الثمرات لعلهم يشكرون أنزل سحائب الرحمات والبركات والخيرات والرزق الوفير على بلادنا من أرادها بخير فوفقه إلى الخير ومن أرادها بسوء فاهده إلى الخير وعبده للخير واجعله من أهل الخير يا رب الخير اهدنا لأحسن الأخلاق اهدنا لأحسن الأخلاق اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئة الأخلاق لا يصرف سيئة إلا أنت لبيك ربنا وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك نسألك مرافقة الحبيب في أعلى فرديس الجنان نسألك يعني عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء إنك ربي على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وأنت حسبنا ونصيرنا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته ومحبته واتباع سنة حبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كل عام وأنتم بخير وعلى طاعة الله سبحانه أدوا وللخيرات كلها يعني سبيلا وطريقا وللفلاح والنجاح يعني مؤدين وفاعلين إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى وبارك الله في هذه القناة الطيبة المباركة ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين لله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته